المهندس محمود الويشي رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مؤسسة سكاي المصرية مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل ولسنا مكملين حلقيتنا النهارده ديف الفقرة التانية بقى عايز أقولكم أنه هو غريب قوي لأنه هو أصلا ما بيحبش الظهور على الشاشات ولكن قدرنا أنه نقنع أنه هو يكون ديف معينا النهارده معي ومعيكم مهندس محمود الويشي رئيس مجلس إدارة سكاي المصرية ورجل الأعمال مش مهندس صباح الفل صباح النور بس بقى أنا النهارده مش عايز أعرف بش مهندس محمود الويشي بس لأنا أنا عارفها كويس وناس كتير عارفها يكيد الناس اللي بتسمعنا كمان ولكن محمود الويشي اللي بقدر يخلي من شاب داخل عنده المؤسسة أو المكان اللي هو بيشتغل فيه أنه هو عايز يعمل فلوس لواحد تاني مختلف بيفكر يعمل position والألفين اللي كان عايزهم بقى عايزهم أربعة وخمسة ويكبر في الشركة ويكون معيك طيب ماشي هو مبدئيا تمام أي العمل المادي ده مهم جدا تمام يعني أي واحد بيجي الشركة عشان يشتغل فبيدور على المادة تمام هو ما يعرفش مهندس محمود الويشي ما يعرفش شركة سكايا المصرية لكن فيما بعد دوري أنا بقى أن أنا حافظ عليه أنه هو يكون موجود في الشركة معي وحافظ عليه أنه هو يستمر معي أكتر وقت تمام الموظف بيكون محتاج أنه هو ليه صلاحيات تمام يعني ياخد صلاحيات في الشركة لما يحس أنه عنده صلاحية أنه هو ياخد أردر تمام وهو مش خايف تمام ساعتها بيرتح نفسيا وبيكمل في الشركة وطبعا فيه عامل تاني العامل المادي يعني تمام أنا بحاول مثلا أنا عندي طبعا قسم المأولات تمام مشروع كبير فبنقسمه لحاجات صغيرة تمام فبنجيب مأولين من بره ينفزوا للشغل أو المشاريع الموجودة أو المشاريع الموجودة بنقسمها يعني لمأولين صغيرين يعني تمام تمام فمسلا أنا بطلع البند وليكن ب20 جنيه تمام بلاقي مهندس من المهندسين اللي شغالين معي يقولي بش مهندس طب ما حضرتك أدام بتطلعه ب20 جنيه تمام طب إيه رأيك أنا أخذ البند ده أنا أفزه تمام هو ده المهندس اللي بتبقى عيني عليه بعد كده على طول تمام لأنه عايز يطور من نفسه تمام عايز يشتغل تمام عايز يكسب تمام ويحقق طموحه وبينفز هو المشروع بالتالي ردبه موجود تمام وبيكسب من وراء البند دوت فدي بقى مش حاجة سهلة أن يبقى حد عنده شركة أو مؤسسة وأن هو يغير تفكير العمال أو الموظفين الموجودين معاه لناس تانية كلها مهنة هي تكبر وتكبر الكيان اللي هي فيه لا ما هو دوت بيكون في الشخص نفسه تمام يعني إحنا دلوقتي لو كي شركة من الشركات تمام طلب عشر موظفين تمام وهي بتشتغل مثلا في مجال الأخذية تمام والعشر موظفين راحوا واشتغلوا تمام هتلاقي العشر موظفين معتمدين أنهم آخر الشهر ياخدوا الراتب تمام وخلاص على كده فيه اتنين منهم هتلاقيهم بيدوروا إيه المنتج اللي الشركة دي بتشتغل فيه تمام طب هل المنتج ده أنا ممكن أستفاد منه ممكن أن أنا أخده أشغله بره بجانب شغلي تمام هو ده اللي بينجح برده طبعا يعني هي بتكون شخصي أكتر ما هي بتكون اللي هو في مؤسسة وهيأثره فيه تكون في الشخص نفسه طبعا طبعا يعني أنت حضراجي بتقولي أني مستطفون النهاردة على الأساس أن أنا شخص ناجح مثلا في مجال معين المجال الناجح فيه ده مجال مأولاد كل الناس أصلا نجحة فيه يعني ناس كتير نجحة فيه بس هل أنا زي زي أي حد أساسا عمده شركة من الأول ولا الكلام ده لا هي الفكرة أن أنا خلقت فرصة من العدم وبقيت موجود تمام أنا ما كانش في عندي إمكانيات ما كانش في عندي أي حاجة والنهاردة الحمد لله عندي الإمكانيات عندي العربيات عندي كل شيء موجود بقى فيه اسمه مؤسسة وكيان موجود وحضرتك الشغال فيه طب السؤال بقى أنا هنا يعني عايز أقولكم أن أنا أعرف البشمهندس نحمود الويشي على يعني بطارية شخصية جدا أنا عارفها حد كويس جدا ولكن السؤال ده أنا لسه مش سألته له لحد النهاردة ليه سمتها سكايل مصرية وما سمتهاش الويشي يعني كل واحد يكون عايز يخد طب بصي عشان برضو كون صريح معيكي تمام هو الاسم صدفة تمام يعني مش الاسم مش حاجة أنا كنت مرتب لها أنا كنت مش عندي أي إمكانيات بصراحة يعني تمام وطبعا الفترة اللي فاتت مصر يمكن من أكتر الدول اللي فيها أصلا شغل مأولاد أنا بتكلم عن الكطاع بتاعي عشان محدش برضو من المشاهدين يقول لا أنت متعرفش حاجة لا أنا بتكلم عن الكطاع بتاعي أكتر كطاع شغال هو أكتر عن المأولاد تمام فانزلت مدينة من المدن الجديدة ممكن أقول اسمها عادي مدينة الإسماعيلية الجديدة تمام إن أنا رايح أخد شغل بسيط كده تمام أنا لقيت كمية شغل غير طبيعية تمام غير طبيعية وفعلا خدت شغل كبير في حدود خمسة مليون تمام ده بسيط يعني بالنسبة لناس كبار بس يعني كان بالنسبة لي ساعتها حاجة يعني كبيرة حاجة أوبع عشان حدث مبتدأ حاجة كبيرة جدا يعني فخدت الشغل دوت وفعلا اتفقت مع أصحاب الشغل وبعدين ابتدت أشتغل بالفعل طب أنا محتاج أصرف فلوس من الشركة اللي أنا بشتغل معها قالوا لي لأ ما أنت ما ينفعش تصرف فلوس إلا لما تعمل ورق شركة وتخلص سجل تجاري بطاقة ضريبية طب أنا مستعجل ومعنديش فلوس وعايز أجري فجريت روحت عالسجل التجاري وقفت قدامي الموظف قال لي أنت هتسمي الشركة إيه أنا ما جايش حاجة في دماغي غير إن أنا سكوية المصرية هي طلقت كده مني وخلاص هي حلوة أون هي فيها كلمة مصرية بس كوي دي بقى يعني نقول حلمة غير في السماء كده بطريقة لطيفة كده ده بقى يعني ده حاجة جديدة أنا ممكن أخدها منك عشان بعد كده أقولها حاجة جديدة مختلفة طيب تمام الحاجة الثانية بقى بس مهندس محمود الويشي ما يعرفش ابنه في الشغل لو ابنه هيشغاله بسي أنا طبعا أخوي الصغير طبعا بشغال معي وبخليه يشتغل بأيدي بس ده كان في الأول بصراحة يعني أياه ما كانش فيه إمكانيات لكن حاليا يعني الأمور خلاص بابع فيه عماله وحاجات متوفرة عندنا ناس كتير الحمد لله شغاله وخليته فوق شوية طيب حلوة قوي طيب قلني بقى ابس مهندس إزاي أكون أو أقدر أن أنا أكون شاب ما بعملش أي حاجة وعايز يبتدي مشروعه ولسه واقف مكانه متردد خيف يبدأ إزاي أعمل المشروع ده هل النهاية لما تيجي فكرة فعلا لازم المفروض اللي احنا ننفذها على طول ولا نفضل ندرسها ولا نسأل ناس في سوق العمل اللي موجود بتكون في حاجات وأسئلة كتير في مخ الولاد أو البنات اللي عايزين يعملوا مشاريع وبيكونوا مترددين يعني عايزين حد ينصحهم أو يديهم خطوة أنه يعملوا كذا بوس يا السائلة هو الإنسان طول ما هو بعيد عن أي حاجة تمام مش بيقدر يعرف الصغرات اللي فيها والحاجة اللي فيها أي حد عنده فكرة مشروع تمام يبتدي على طول وينزل ويشتغل على طول يعني نصيحة نمبر وان أو الحاجة المهمة جدا اللي هو عايز تكون في سوق العمل حط رجلك فيه المفروض برضو يعني طبعا مع الدراسة يعني مش هنسيبها كده يعني أنك انت عارف أنت هتعمل إيه بس هي دلوقتي فيه إمكانيات كتيرة فيه بنوك بتدي كروض صغيرة مثلا للشباب يعني مثلا لو شاب معا خمسين ألف جنيه تمام وعايز يفتح مطعم مثلا تمام يقدر يروح يأجر المكان تمام ويحط ليفتا بتاعته ويجيب شوية كراسي ويطلع ويعمل سجل تجاري وبطاق دربية ويطلع على البنك تمام البنك هيموله تمام الشباب بقى ما بيسألوش بقى يعني تمام مش بيسأل على الوضع ده هو لو يسأل على الوضع ده هيعرف تمام مشكلتنا أنه إحنا قاعدين كده مش عارفين نعمل إيه طب نفكر إزاي مفيش حركة كل ما اتقربي من خطوة تمام هيجيلك هتعرفي معلمات كتير وتقدر تشتغلي طب حلو جدا يعني مهمة جدا برضو دراسة المشروع مع أنه هو يأخد خطوة فيه أو ينزل سويا طبعا أنا مش هروح مثلا أفتح مطعم واعتمد على شيف تمام وشيفي بكرة يقول لي أنا مش هقدر أشتغل معاك ويسيب لك المطعم ويمشي لازم برضو يكون عنده خلفية هتصرف إزاي تمام لو حصل الموقف ده يعني الترتيبات للمشروع مهمة جدا يعني أنه هو وطبعا نشوف الأسوأ اللي يحصل مثلا شيف سابني ومشي طبعا هتصرف إزاي هل هقدر أتصرف يبقى أكيد المشروع ده أتناير لازم يكون مرتب الخطوات اللي هو هيعملها طيب يا بش مهندس إزاي هو يستمر فيه وينجح فيه هو ممكن سهل إنه هو زي ما حضرتك قلت كده ما هتهلنا وشوفناها حاجة سهلة من كلامك اللي هو أريدي أنا لو عايز أعمل المطعم النهاردة هروح إن أنا الفلوس اللي معي أفتح بيها مطعم وهياخد كارده من البنك عشان أكبره أو خلاص يبقى موجود هافضل إزاي ما حافظ على كان إن المطعم موجود وقدر غطي على المطعم والحاجات الحوالي لا أهود طبعا يرجع لتخصص المطعم خلينا أنا في المؤولات نعم احنا في الأول اقترحنا المطعم فخلينا استوقف أي اتجاه يعني تمام أهود طبعا أي من روع إنه هو ينجح إزاي أو يكمل إزاي يعني أنا أنا في المجال بتاعي بصراحة يعني هي الفترة اللي فاتت بصراحة مصري فيها كمية شغل المؤولات كبير جدا يعني تبقى كذو في الكلام ده عشان مهمة جدا لا حضرتك أي مهندس أي عامل أي صناية يشتغل ينزل أي مدينة جديدة يأخذ مواصلة وينزل أي مدينة من المدن الجديدة المنصورة الجديدة سماعيلية الجديدة العاصمة الإدارية هيلاقي شغل أنا واحد من الناس بقول لحضرتك أي صناية سراميك دهانات محارة أي حاجة يكلمني لو رقم التليفون طبعا رقم التليفون وليه شغلة عندي بدايةا من يوم السابت الجاي ده هو فر حلو أي عامل بس المشكلة أنه ما فيش العمالة كمان بقت قليلة العامل مثلا هو من محافظة الشرقية مش عايز يروح يشتغل في اسماعيلية الجديدة طب لي برغم مثلا عندنا الصعيدة بصراحة بيجوا يعودوا عندنا هنا بيعودوا مدة كبيرة أنا عارف أنه هم موجودين على طول بيعود أربع شهور كما شهور ويساف وبالتالي هتلاقي أن الصناعية الصعيدة يعني عندهم الجرء أنهم يشيلوا شغل كبير ومش بيخافه لكن مثلا الصناعية اللي عندنا هنا محافظة الشرقية منصورة أي حاجة بيخاف بيخاف يشيل شغل وعايز يده أنه طول عمره بيشتغل باليومية وبعدين يرجع يشتكي تقدمك فرص كتير أنك أنت تشتغل طيب حاجة كمية مش معندسة المفروض أن في الوقت ده هل أن أنا كشابة عايز أعمل مشروع أعتمد على الدولة وحالة الاقتصاد بتاعتها ومشي أزاي للأحسن ولا للأسوأ ولا أخذ قرار أن أنا أبدأ بنفسي والمشروع بتاعي ينجح ونجحه مش إحنا تكلمنا برضو عن النقطة دية أن الدولة في مساعدات من خلال البنوك تقدر تأخذي كرود وتقدر تشتغلي دية نقطة بس ممكن تكون في الوقت ده ما بتدعمش المشروع اللي أنا هعمله مفيش الوقت الكرود المتنهلة الصغر اللي موجودة في البنوك أي أن كان المشروع لو محل صغر ماركت صغير تمام بتطلع له فلوس يعني وفلوس كويسة يعني بتبتدي من 50 ألف وغير 350 ألف طيب دي حاجة حلوة جدا إنما أنا بقى في المجال بتاعنا كمقاولات الدولة طبعا فيه دعم جبير جدا يعني بالنسبة لنا يعني المقاول لتعليل إنه هو فيه شغل لسه الشغل موجود لأ بصي وحضرتك المقاول زمان تمام لو بينفس بنده وليكن بألف جنيه البند دوت تمام فهو هيكسب في البند ده 100 جنيه تمام فهو بيصرف من جيبه 900 جنيه تمام هيجيب أسمنت مثلا هيجيب رملة هيجيب الحاجات ديت تمام وهيكسب 100 جنيه فهيدفع 900 جنيه لأ الدولة دلوقتي بتقول لي لأ تعالى أنا هديك الأسمنت تمام وهديك الحديد وهديك الحاجات دي كلها يبقى أنت حتى 900 جنيه ما صرفتهمش من جيبك تمام لأ أنت الدولة هي اللي دفعتهم لك وبعدين تخصمهم منك وبرضه تبقى كسبت 100 جنيه تبقى الكلام ده طبعا اللي بتكلم في رقم صغير لكنها مثلا ده ممكن يبقى 900 ألف وممكن يبقى مبلغ كبير يعني على أكبر يعني طبعا على حسب الشغل اللي حضرتك شغالة فيه يعني طيب تمام نظرية السيفي أحسن ولا نظرية توريني شغلك على أرض الواقع وهتعمليه للشركة بتاعتي لا بصي هو طبعا السيفي مهم لإن إحنا لما بنارض عن وظيفة أو أي حاجة بيجي لنا مجموعة صفهات كتير جدا تمام فتقريبا بنختار منها شوية الأول عشان نقابل إن إسناهم الانترفيو يعني تمام فطبعا لازم يسي فيه بتاعك يبقى كويس تمام وبعدين عندنا برضو يعني في حاجات الحديثة التخرج يعني مهندس صغير يعني لسه متخرج ما يشتغلش تمام لا هو بيشتغل عادي بس طبعا راتب يبقى أقل شوية تمام بس فيه فرص موجودة آه أوكي على الألها هياخد خبرة طيب حاجة برضو مهمة في الحتة دي ليه أول لسه متخرجش حد موجود مثلا وعايز يشتغل يقوله لا لما تتخرج أو تاخد شهر التخرج بتاعتي يعني هو لسه طالب بس كان هو بعد ما بيتخرج أصلا بيكون ضعيف أصلا فني ما يمكن ناس عندها القدرة اللي هي تكون لا ما هو أنت مشارطي مثلا أنا أنا واحد طالب في كلية هندسة تمام وهو طالب ممكن يشتغل في كافي عادي يعني أنا كنت بعمل كده أنا صغير تمام كنت طالب في كلية هندسة وممكن كنت بيشتغل في كافي إنما بعد ما يتخرج طبعا مهنته لازم يعتز بيه هو يشتغل يعني اللي هو يكمل فيها آه آه مهندس يعني هو يشتغل طبعا مهندس فيه فرص كتير برضو أرجع للقطاع الهندسي والمقاولات موجودة على أرض الواقع وأي حد من زماننا المقاولين برضو ممكن يعني نسأله ويقول الكلم ده طيب تمام عايزك بقى تنصح للشباب كده كذا نصيحة عملوا كذا وخدوا كذا وبدل الخمول والكسل اللي احنا لست فيه ده ما عملناش خطوة وخايفين منها أنا قلت لحضرتك أنت الوقت فيه شاب يقولك أنا الراتب تمام الألفين جنيه الألفين جنيه دول مش هيعملولي حاجة تمام مش هيدوني حاجة لا الألفين جنيه دول والشغل اللي انت هتنزله هيعرفك فرصة جديدة بتلات تلاف جنيه وهيعرفك حاجات جديدة انت مكنتش تعرفها تمام لأن الفرصة بتيجي من كذا نحن أنا لما خدت الشغل في مدينة اسماعيلية جديدة خدت عماير تمام فكنت محتاجة جيب طوب للعمير ديت تمام فكنت روح المصنع تمام أنا محتاج لكل عمارة مليون طوبة تمام كنت روح المصنع أو فقدام المصنع مش عايزين يخلصوا ومحتاجوا عايزة خلص الشغل ومش عارفين فأنا وانا قدام المصنع كده لقيت أن الفكرة بسيطة فكرة مصنع الطوب دي يعني حاجة بسيطة ما كان يدوي كده والعملية ديت فساعتها اللي فرق بيني وبين غيري أن أنا فكرت أن أنا أعمل مصنع للعمير بتاعتي دي مخصوص انتاجها يبقى لي كان الهدف من الأول أن أنا الانتاج دوت بس عشان أشتغل بسرعة لقيت نفسي لا ده أنا بكسب بكسب كمان وبكسب كمان وبعد ما انتهينا من العمير تقريبا عدة المصنع دي كلها تبقى وقفها عليها ببلاش وكسبت من وره كتير يعني إزاي من حاجة بسيطة جدا نقدر نعمل حاجة مختلفة وتكون بتاعتنا وننجح فيها من الطاقة طبعا بس لازم نقرب من الحاجة دي يعني لازم نقرب منها ونتحرك ونشوف شغل أنا قلت لحضراتك الشغلة بأبو 1200 جنيه ولا بأبو 2000 جنيه ده هو آه مش حلو مين يقول إنه واحل لا محدش يقول إنه واحل بس هيوصلك لحاجة تانية أفضل وأحسن تمام تقدر تشوفها تقدر تاخد خبرة بسيطة وتشتغل بشيطة محمودة أتأكيد هتشرفني تاني وهعوز أعرف منك معلومات كتير قوي للناس اللي لسه عايزة تبتدي والناس اللي لسه وقفة مكانها ومعلومات كتير لسه كمان في الحلقات الجاية عايز أقولكم إن حلقاتنا خلصت النهاردة بسرعة أنا مبسوطة جداً أنا كنت معيكم النهاردة وكمان مبسوطة بديوفي اللي كانوا موجودين كلهم أفادوني وأنا متأكدة كمان مليون في المية إنهم قدروا يفيدوكم خلونا نخطب حلقاتنا النهاردة وإن شاء الله أقابلكم على خير كل يوم خميس من تمانية لتسعة السومة ترجمة نانسي قنقر